كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن ما يحدث في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي يعتبر عقابا جماعيا أضف مدبولي أن التبعات التي صدرت من إسرائيل كانت أمرا غير محتمل مشيرا إلى استشهاد أكثر من 34 فلسطينيا وأكثر من 77 ألف إصابة بالإضافة إلى 7 ألاف لازالوا مفقودين التبعات التي صدرت بعد ذلك من إسرائيل كان أمرا غير محتمل كل الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن ما حدث في السابع من أكتوبر إنه عقاب جماعي ليس عقابا لحماس بل لكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة تصوروا أنه حوالي 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في قطاع غزة فجأة تدهورت وتدمرت حياتهم نتحدث اليوم في هذه اللحظة عن أكثر من 34 ألف ضحية أكثر من 77 ألف إصابة بالإضافة إلى 7 ألاف لازالوا مفقودين تحت الركام ترجمة نانسي قنقر